أهلا بكم في الفصل الأول من مقرر ميكانيكا 2 سوف نرى مفاهيم الجسم الجاسع تأثير القوى على هذا الجسم شروط الاتزان بالنسبة للأجسام الصغيرة والكبيرة أيضا سوف نرى مفهوم عزم الدوران وسننهي هذا الفصل الأول بالقوى المتكافئة ومفهوم الازدواج رح نشوف مع بعض اليوم إن شاء الله بعض المفاهيم المهمة جدا في مجال الميكانيكا الكلاسيكية ألا وهي مفاهيم القوى العزوم الاتزام والازدواج وفلنبدأ بمفهوم القوى قبل ما نعرف القوى خلينا نتفق على ماذا ستصلت هذه القوى ستصلت على ما يسمى بالجسم الجاسع ما هي خاصية هذا الجسم الجاسع؟ هو الجسم الذي تظل أجزاؤه على مسافات ثابتة من بعضها البعض عندما تتعرض لقوى خارجية تؤثر عليه أي هو الجسم الغير القابل للتغير في الشكل عندما تؤثر عليه قوى خارجية ولكن عموما كل الأجسام قابلة للتغير في الشكل لحد ما عند التأثير عليها بقوى خارجية ولكننا هنا سنفترض بأن التغير الحاصل في الشكل للجسم هو تغير صغير جدا وبالتالي سيمكن إهماله طيب أولا خلينا نتفق أن القوى هي كمية متجهة إذن لكي نعرفها يجب أو لكي نحددها تماما يجب أن نعرفها بمقدار واتجاه أي إذا عرفنا القوى فقط بمقدار فهذا التعريف منقوس لأننا لن نعلم اتجاهها والعكس صحيح إذا عرفنا اتجاه تلك القوى ولم نعرف مقدارها فأيضا يكون التعريف منقوس وهذا ما يعني أن تحدد القوى تماما بمقدار واتجاه طيب القوى يجب أن نعرف أنها لا تسبب الحركة دائما مثال بسيط جدا عندما نرى كتابا موضوعا على طاولة فهو في حالة سكون هل هو ألا توجد قوى مؤثر عليه بالتأكيد نعم إذن بالرغم من أن هناك قوى تؤثر عليه ألا وهي قوى جذب الأرض له وأيضا قوة رد فعل تحت تلك الطاولة إذن خلينا نتفق أن القوى مو دائما تسبب الحركة أحيانا هناك قوى مؤثرة على الجسم ولكن يظل هذا الجسم في حالة سكون هل ستؤثر قوى واحدة على الجسم هل ستؤثر قوتين ثلاثة باختصار نقول أنه تعرف محصلة القوى المؤثرة على جسم ما بأنها القوى الكلية الناتجة عن الجمع الاتجاهي لمجموعة القوى المؤثرة على الجسم مثلا إذا كان لدينا جسم تحت تأثير قوى أولى F1 قوى ثانية F2 قوى ثالثة F3 قوى رابعة F4 فإنه محصلة القوى المؤثرة على هذا الجسم قوى الخارجية المؤثرة على هذا الجسم تساوي الجمع الاتجاهي للقوى المؤثرة عليه إذن F1 زائد F2 زائد F3 زائد F4 في هذا المثال البسيط إذن هيك نكون وصلنا إلى نهاية هذا الجزء الأول من الوحدة الأولى من الميكانيكا الكلاسيكية ميكانيكا 2 الذي اهتمنا فيه ببعض المفهوم الأول ألا وهو القوى والمرة القادمة إن شاء الله سنرى مفهوم آخر ألا وهو مفهوم العزو اشتركوا في القناة